بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الرابعة الموازنة الشملة ومحاسبة المسؤولية هنبدأ في موضوع بيتكلم عن محاسبة المسؤولية في بيئة الأعمال الحديثة بنقول لقد حدث تطور في أنظمة قياس الأداء وفي أنظمة هيكل المكافآت بمنشآت الأعمال التي تتصف باللا مركزية في الإدارة حيث تؤثر مقاييس الأداء على سلوك مدير مراكز المسؤولية ووحدات الأعمال الجزئية ومن المنطقي ضرورة اختيار مقاييس أداء تشجع على تناغم الأهداف جول كونجورينيس وعليه يجب على نظام محاسبة المسؤولية الذي تطبق المنشآت أن يتمشى مع متطلبات بيئة التشغيل الخاصة بها لذلك حدث تطورات في نظم محاسبة المسؤولية لتحقيق متطلبات بيئة الأعمال الحديثة صنفت إلى نظام محاسبة المسؤولية على أساس وظيفي أو مالي functional أو financial based responsibility accounting نظام محاسبة المسؤولية على أساس النشاط activity based responsibility accounting نظام محاسبة المسؤولية على أساس strategic based responsibility accounting نظام محاسبة المسئولية على أساس وظيفي أو مالي Functional or Financial Based Responsibility Accounting يتلائم نظام محاسبة المسئولية على أساس وظيفي أو مالي مع منشآت الأعمال التي تعمل في ظل ظروف بيئة ثبتة تنتج منتجات نمطية تتسم العمليات فيها بالنمطية تتعرض لظروف تنافسية بسيطة تعتمد على مقاييس أداء مالية لذلك يطلق على محاسبة المسئولية على أساس وظيفي مصطلح محاسبة المسئولية على أساس مالي لأنها بتركز على مقاييس أداء مالية فقط وحجر الزاوية في قياس الأداء في ظل نظام محاسبة المسئولية على أساس وظيفي أو مالي التكاليف المعيارية والموازنات Standard Costing والBudgets ويعاب على هذا النظام أنه يقوم على افتراضات لم تعد ملأمة لظروف بيئة منشئات الأعمال الحالية زي ثبات ظروف البيئة الخارجية ودي مش موجودة دلوقتي أن المنافسة تستند إلى السعر للمنتجات والخدمات ودي برضو مش موجودة دلوقتي ومن أهم انتقادات نظام محاسبة المسئولية على أساس وظيفي أو مالي المغالاة في التركيز على المقاييس المالية تعرض المنشئة لمشكلة المثالية الجزئية نتيجة التعامل مع مركز المسئولية كوحدة مستقلة منفصلة عن المنشئة تجاهل المقاييس غير المالية مثل الجودة ورضى العميل وزمن دورة التشغيل ترجمة نانسي قنقر